مشاهدين ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى والحقيقة معنا خبر أيضاً حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم نجد أن مصر حقاقة تقدم ملحوظ في مستوى التنمية وتحسين المرافق لضمان جودة حياتية أفضل للمواطن وكان للقطاع مياه الشبب والصرف السحي نصيب كبير من هذا الاهتباه ومجهودات الدولة طوال الثمن سنوات الماضية حابين نعرف طبعاً تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معانا على الهاتف المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤول المرافق والصرف الصحي سبعة خامش مهندس سبعة خامس أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك الحقيقة زبعة خياتك سمعت معانا الخبر حابين نعرف أهم الإنجازات اللي تمت في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي طبعاً سواء بالنسبة لإنشاء أو تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي أولاً بالنسبة للمياه الشرب والوضع مطقن جداً على مستوى الجمهورية كانت نسبة التغطية سنة 2014 كانت تبعة تساني بالمية قد نرفع نسبة التغطية لـ 98.7% من سكان الجمهورية يتوقع لنا واحد نسبة من 10% من السكان حضرتك كان وجوزة منهم خارج الحائز العمراني ودخل الحائز العمراني من المدى وتدعيم النهاردة ضمن بغضرة حياة كريمة إلى جانب أن أنا عندي من نسبة 98.7% بعض الأماكن مغزة بكميات الكافية بتصل لها المياه من 10 إلى 12 ساعة في اليوم بقى اليوم ما عندهمش فعلاً مياه شرب المبادرة حضرتك النهاردة بتنفذ محطات مياه جديدة لتدعم الخدمة داخل هذه المناطق نعندنا بس في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة عندنا حوالي 690 مشروع مادة وتدعيم لشبكات مياه الشرب داخل 25 مركز التابعين لوزارة الإسكان خلصنا منهم 300 مشروع وباقي حتى من نهاية العام الجاري 2022 سيتم نهوهم عندنا 35 محطات مياه شرب جديدة تم تنفذها داخل المبادرة لتدعم الخدمة في المناطق المغزبة كميات الكافية 10 ساعة في اليوم ده حضرتك النهاردة خلصنا 5 محطات وجارد انتهاء من باقي المحطات اتباعا حضرتك النهاردة الحمد لله الوضع في مياه شرب استقر جدا ننتج 33-18% 33-18 مليون متر مكعب في اليوم مياه شرب لتغذية جميع أهلنا في مستوى الجمهورية ما عندناش لا مدينة كاملة ولا قرية كاملة ولا عزبة كاملة مياه شرب كل اللي عنده مشاكل في مياه شرب في أطرف شبكات المدن أو أطرف شبكات القرى أو أطرف شبكات النجوع ده نوصل فى بتاكت ناكت خارج الحيز العمراني وبعدين تاخت الحيز العمراني فمن من لها مد وتباين فتاع الصرف الصحي فانتم كان له نصيب كبير جدا في الإنجازات اللي تمت من 2014 إلى اليوم حضرك لو جينا نضرب بس لقامين بسيطين كده حضرك كنا بنزل التغطية في المدن في 2014 كان عدد 79% من سكان المدن اللي عنده صرف صحي المسبوع اللي كان ستبتك على قرى أو نجوء عوازة من بتكلمك على مدن كان عدد سكان المخدومين بالمدن في الصرف الصحي 9% من السكان قدرنا ننفع نزل التغطية إلى 96% من سكان المدن حضرك النهاردة تبقى لنا 4% من سكان المدن ما عندهم شي صرف صحي ودول لأنهم كانوا قرى وتحاول بقرارات سيادية إلى المدن فقدنا فيها متأخر شوية وان شاء الله على 623 بإذن الله نعلن أن المدن كاملة 100% للصرف الصحي قطعة الصرف الصحي في الريف والذي أهملها لوقود طويلة جدا كان له نصيب كبير جدا في الإنجازات التي تمت 2014 إلى 2022 حضرك النهاردة كان نزل التغطية في القرى في 2014 12% من سكان القرى فقط على الرغم من سكان القرى 58% من سكان الجمهورية يعني أكثر من نصف السكان يعيشون داخل القرى ولكن الريف المصري أهملها لوقود طويلة جدا كان نزل التغطية 12% في 2014 الآن نفعل نزل التغطية إلى 40% في نهاية 2021 ويتبقى لنا 60% جارخة نصف ضمن مبادرة حياة كريمة بإذن الله يعني هو زي ما حيطك أوضح تفاعل وأنا كان فعلا معايا سؤال مبادرة حياة كريمة طبعا اهتمت بالقرى والنجوع وكانت محرومة طبعا من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وطبعا تم لصالح هذه القرى والنجوع حيث يوصل عددها تقريبا 4700 قرية وما يقرب من 27000 نجع وتوابع هل إن شاء الله كده في الفترة القادمة يعني هيزداد العدد إن شاء الله طبعا إن شاء الله وإحنا حضراك بقولوا سابتك نهاردة عندنا 1500 قرية تقريبا في المبادرة في المرحلة الأولى بعد 250 مركز حوالي 720 قرية تابعة وظلت الإسكان والبطة تابعة هي المبادرة المسلحة إن شاء الله بنهاية المرحلة الأولى حيث يتم رفع إسم الثقصية من 20% إلى عدد السكان المستهدف بعد نهارة مبادرة بإذن الله وفي المرحلة الثانية من المبادرة والثالثة إن شاء الله بعدها نقدرنا نوصل إلى 100% من خدمات الصرف الصحي هي تبقى لنا بعد نهارة المبادرة هي الأماكن حضراك التي ناكت لها أحوضة عمرانية أو التي تقع داخل الكتر السكانية الموجودة في الحيزة العمرانية هي دي حضراتك التي لها درستها بعد كده كيفية تخدمها بإذن الله بعد نهارة مبادرة يا رب على خير إن شاء الله ويعني نرى هذا التقنم في الأكتر والأكتر فترة مقبلة يا رب إن شاء الله إن شاء الله أنا بشكر وقت حضرتك وبشكرك على معلمات رحيدة كلتهانا المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والصرف الصحي بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر